في بداية حلقتنا النهاردة اتكلمنا عن ملف الدبلوماسية المصرية وازاي مصر نجحت انها تطور علاقاتها الخارجية بشكل كبير بعد ثورة 30 يونيو ازاي مصر ادرت تتفاعل مع كل القضايا اقليميا ودوليا ازاي مصر ادرت تحقق رؤى ثابتة في الاقليم سواء الاقليم العربي الاقليم المتوسطي الاقليم الافريقي كل الدواير المصرية اللي بتدور فيها ازاي مصر ادرت تقدر تعمل فيها نوع من انواع التوازن وايضا على الساحة الدولية ازاي ادرنا نعمل نوع من انواع التوازن ما بين القوى العظمى في علاقتنا الرويا المصرية بتقوم على مبادئ ثابتة منها الاحترام المتبادل عدم التدخل في شؤون الاخرين منها المصلحة المشتركة منها البناء منها التنمية دي المحاور اللي بتقوم عليها اساس الخارجية المصرية واللي ده كان واضح جدا 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 من بعد ثورة 30 يونيو من بعد 2014 ونحن نتكلم ان نرف 9 سنين تقييم في ملف الساحة الحارجية المصرية توازن في العلاقات كمان يمكن استعادة الدول الاقليمي ورياضي المصر في افريقيا كمان كان على رأس اولويات الدولة المصرية وده يمكن اللي شفناه من خلال الدعم المصري والتعاون المشترك مع دول القارة السمراء ويعني برز هذا الاهتمام والتعاون من خلال الزيارة الأخيرة لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدول الجنوب الافريقي نخلونا نتكلم أكتر عن تفاصيل وحصاد هذه الزيارة وملف الدبلوماسية المصرية بعد 30 يونيو معنا النهاردة من نورنا في الستوديو الكاتب الصحفي أحمد ناجي أمحا رئيس تحرير مجالة سياسة الدولية أهلا بك يا فندم نورنا أهلا بحررتك يا سيد أحمد وربما يعني خلينا نبدأ بالجولة الافريقية جولة خارجية وصفت بالتاريخية أول رئيس مصري يذهب لهذه الدول في وقت نحن نسلم في قيادة الكوميسا لدولة أخرى تقييمك لهذه الزيارة وأثرها على العمق الافريقي لمصر خلينا ناخد فلاش بيك ونرجع عشر سنين للخلف علشان نعرف نلخص كل اللي حدرية قلته ونتخيل بعد 30 يونيو دولة مصرية مهددة بالاستبعاد من عضوية الاتحاد الافريقي نتيجة الفهم الخاطئ الذي تم ترويجه عبر الألات الأعلامية المعادية للدولة المصرية عن هذه الصورة الشعبية العظيمة في 30 يونيو واللي حاولوا من خلاله أنهم يضغطوا على الدولة المصرية لإفقادها التأثير في دوائرها الرئيسية خاصة الدائرة الأفريقية ومن ثم الانطلاق إلى ما هو أبعد من ذلك إلى استبعاد مصر من منظمات دولية طبع لو دولة فقدت عضوية منظمتها القرية دولة بتصبح عرضة أنها تتعرض لتهديدات في عضوية المنظمات الدولية الأخرى نأخذ الفلاشباك ده ونشوف النهار ده بعد 10 سنين فخامة رئيس عفتاح السيسيا توجد في دولة أفريقية شملت زيارة للمرة الأولى لدولتين بنتكلم عن دولتين دول موزنبيق وأنجولا فخامة رئيس فيهم ابتدت جولة بأنجولا وختمها بموزنبيق وأول مرة رئيس مصري يزور الدولتين في إطار الجولة تمت زيارة دولة زنبيا وفي الإطار ده تم اللقاء مع رئيس دولة ملاوي ورئيس دولة كينيا كل ده بيرسخ التحول الكبير الذي حدث في الدول المصري بحيث أنك بتصل في النهاية إلى الدولة القائد نموذج الدولة القائد في العلاقات الدولية والدولة القائد بيبقى لها ركائز وشكل مختلف في إدارة علاقاتها الاقتراب المصري من القرى الأفريقية بالتحديد تم من خلال مراحل متعددة أهمها إعلاء المبادئ الإنسانية ومبادئ التعاون والشراكة في إطار حدثته مصر في أحد التصريحات لفخمة الرئيس عبدالفتاح السيسي نحن نعني بتحقيق المكسب للجميع وده كان أمر مهم جدا أبروتش اقتراب مهم من الشعوب الأفريقية من قادة الدول الأفريقية لإزالة العديد من الالتباسات التي تم ترويجها من الإعلام المعادي ومن بعض الشخصيات عن علاقة مصر بدول القرى الأفريقية بتتكلم عن فترة تاريخية من 2014 لغاية النهاردة تقريبا فخمة رئيس عبدالفتاح السيسي جاب كل أرجاء القرى الأفريقية بزبط بحثا عن تحقيق مصالح الشعوب الأفريقية العادلة في التنمية بحثا عن تحقيق السلم والأمن الأفريقي بحثا عن اكتساب مزيد من الحقوق والتوافق حول قضايا تمس الأمن والسلم في أفريقيا وعلى رأسها بالطبع التطرف والإرهاب ولكن لا ينبغي أن نغفل أن ما يمس الأمن القومي لشعوب القرى الأفريقية لا يتعرق بالتطرف والإرهاب فقط ولكن هناك مجالات الصحة هناك مجالات نقل الخبرة المصرية في الإدارة هناك مجالات تتعلق بالاستفادة من القدرات المصرية في البنية التحتية وفي إدارة مشروعات النقل والكباري ويمكن هذه الزيارة بالذات للدولة الثلاثة لخصت في اللقاء مع رؤساء الدولة الثلاثة هذه المحاول الرئيسية يعني فخمة الرئيس تبادل مع رؤساء الدولة الثلاثة بالإضافة طبعا إلى اللقاءين اللي تمه مع الرئيس الملاوي والرئيس الكيني إزاي أن الدولة المصرية لديها رؤية للتغلب على قضايا القرى الأفريقية في مجال التنمية في مجال تحقيق العدالة في مجال المناخ في مجال حصول على شعوب العدلة الحقوق العدلة للشعوب الأفريقية في حياة كريمة يستطيعون أن يحيو فيها يعني أن نصدر التجربة المصرية بالشكل الإيجابي لهذه الدولة الأفريقية والتصويق للشركات المصرية العاملة في هذه القطاعات يعني خلي بالحرارة فخمة الرئيس في كلماته حتى أمام التجمع كوميسا كان حريصا على الإشارة أن الشركات المصرية التي نفذت العديد من المشروعات التنموية في القرى الأفريقية وعلى رأسها سد جوليوس نيريري في تنزانيا هذه الشركات قادرة على أن تمد القرى الأفريقية بكل سبل الدعم اللازم لتحقيق مصالح الشعوب الأفريقية ولتحقيق فكرة التكامل الأفريقي بالطبع مصرف ده عندها مجموعة من الرؤى أهمها الرابط بين دول القرى الأفريقية وقاهرة كيبتاون مشروع تطالب الدولة مصرية دول القرى الأفريقية بتوفير الاعتمادات المالية اللازمة من أجل الاستمرار في هذا المشروع لأن هذا المشروع يحقق مصالح الشعوب الأفريقية في تحقيق التكامل الاقتصادي لا يمكن أنك أنت تتخيل حدوث أي نوع من أنواع التفراط الاقتصادية في أي مكان من العالم دون أن تكون هناك بنية أساسية تتلائم وحجم الطموحات التي تتوقعها ودون حتى أن تتلائم مع قدرة هذه الشبكات على تحقيق هذا الرابط الذي يسهل الانتقال بالطبع ده بيتطلب اتباع سياسات تتعلق بالجمارك بالضرائب كل ده كان محور حديث من فخامة الرئيس ويمكن فخامة الرئيس كذلك أوضح أن رئاسة مصر لتجمع كوميسا خلال العامين الماضيين قبل أن يسلم رئاسة التجمع إلى دولة زنبيا قبلت بل أن حسنا في تحقيق أوجه التكامل بين كافة شعوب القارة بل ذهبت أبعد من ذلك إلى أن هي ابتدت تفكر في التكامل الطب ويمكن كان قبل ما يغادر رئيس إلى دولة أنجولا كان في المؤتمر الطب الأفريقي الثاني اللي كان بنعقد في الدولة مصرية في هذا التوقيت واللي كان معني الحقيقة بتوفير كافة أوجه التصنيع الدوائي يعني مصر مهتمة بنقل خبراتها في هذا المجال إلى دول القارة الأفريقي إحنا لو قلنا كده في نقاط سريعة جدا أو لخصنا مثلا جولة السيد رئيس عبد الفتاح السيسي للدول الأفريقية في نقاط يعني الحاجات الإيجابية اللي رجع بيها السيد رئيس عبد الفتاح السيسي من جولته سؤال في منتهى الدقة وهو معني بماذا تريد مصر من أفريقيا أو ماذا تريد أفريقيا من مصر مصر تريد الخير زي ما قلنا وتحقيق المكسب للجميع ولكن مصر تدرك أن شعوب القارة الأفريقية وقادة الدول الأفريقية عليهم أن يكونوا على قدر من الوعي الكبير بالقضايا التي تمس الأمن والسلم الأفريقي على رأس هذه القضايا بالطبع قضية سد النهضة وكان من المهم أن يستعرض فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي مع زعماء هذه الدول هذه القضايا الهمة وأن يؤكد على السوابط المصري مصر لا تمانع في تحقيق مصلحة أي شعب من الشعوب الأفريقية ولكن شريطة أن لا يمس ذلك قواعد القانون الدولي وأن لا يبتأت ذلك من الحقوق المصرية العادلة في مياه النيل أو حتى حق الشعب السوداني في هذه المياه مصر في هذا الإطار تتوقع من شعوب وقادة الدول القارة الأفريقية دعم المطالب المصرية في التوصل إلى اتفاق ملزم لهذه الدول الثلاث مصر وإسيوبيا والسودان بهدف عدم الإضرار بحصة أي دولة من الدول وبهدف استمرار مياه النيل في الوصول إلى مصبها في النهاية مصر في هذا الإطار لا تستخدم لغة التهديد ولكن مصر تعلي دائما خطابا رشيدا في هذا الملف ولم تستجب إلى أي محاولة من محاولات استعراض القوة التي حاول البعض أنه يتفح إلى انتهاجها في التعامل مع هذه الأزمة بالعكس مصر تتمسك بقاعدة قانون الدولي وتنقل هذه الخبرة إلى الشعوب الأفريقية ليس بصوت المدافع فقط يمكن أن تحل المشاكل ولكن هناك صوت العقل وهناك صوت القانون الدولي الذي يحكم الجميع وهناك الاتفاقيات التاريخية الموقعة والتي تمثل إطارا ملزما لكافة الدول المعنية بأي نوع من أنواع النزاعات على هذا النحو الأمر الثاني مصر تريد من شعوب القرى الأفريقية أن تتعاون في ملف التطرف والإرهاب مصر تدرك أن هذا ملف مهددا وبالتالي مصر ترغب من شعوب قادة الدول الأفريقية أن يتعاونوا في ملف الإرهاب ويمكن قادة الدول اللي تقبين فخامة رئيسها الفتاح السيسي كانوا حرفين تماما على إبراز تقديرهم لدور مؤسسات الدينية المصرية المتواجدة في داخل هذه الدول والتي تعمل على نشر المبادئ السامحة للدين الإسلامي والدين المسيحي وتتعامل بشفافية مطلقة في هذا الإطار في إطار إصلاح الخطاب الديني اللي بتحاول بعض التنظيمات المتطرفة أنها تختارق ملف تاني مهم الحقيقة السلم والأمن في قضايا النزاعات المسلحة وهذا يؤدي إلى أزمات كبيرة جدا أهمها النزوح والحجرة غير الشرعية ويمكن مصر ضربت نموذج بالأزمة الأخيرة التي تمر بها دولة السودان الشقيق وأشارت إلى الإجراءات التي تبعتها منذ اندلاع الأزمة باعتبرها الحاضن الجنوبي المباشر للأمن القومي المصري والعلاقة التاريخية الأزلية التي تربط مصر بالسودان ومن ثم أوضحة الدولة مصرية جهدها لاستقبال الشعوب الشعب السوداني الشقيق في أرض وأوضحة مصر أنها لا تتعامل مع هلاء على أنهم لاجئين ولكنهم ضيوف على الأرض المصرية ترحب بهم وأوضح بقامة رئيس أنه عندنا 5 مليون من أصل 9 مليون ضيف على الأرض المصرية من دولة السودان الشقيق زادوا في الفترة الأخيرة بالمعدلات التي دخلت وفي اتجاه برضو لتقنين هذا الانتقال شفنا إجراءات خدتها الدولة المصرية مؤخرا لضبط هذه العملية النموذج الأزمة السودانية ده بيقدم الدليل المباشر كيف يمكن أن تمثل النزاعات المسلحة عاملا حسما في فكرة النزوح أو فكرة الهجرة غير الشرعية وتتأثر بها دول الجوار وتتأثر بها دول الجوار فبالتالي مصر بتناشد الدول الأفريقية العمل وفقا للوائح الحاكمة للاتحاد الأفريقي والعمل وفقا لقواعد القانون الدولي والإنساني لكي تضمن هذه الشعوب في هذه الدول اللي فيها مثل هذا النوع من النزاعات الوصول إلى حل آمن لهذه النزاعات قبل أن تنطلق حتى ويمكن الدولة مصرية كان عندها مشروع للإنزار المبكر تحاول من خلاله العمل مع باقي دول القارة الأفريقية للتنبؤ بالمناطق التي يمكن أن تنفجر فيها الصراعات وبالتالي العمل على الحد منها قبل أن تظهر أفريقيا تريد من مصر إيه بقى أفريقيا تريد من مصر طبعا في حاجات كتير الدولة مصرية تريدها من أفريقيا في إطار التعاون أهمها الارتقاء بحق الشعوب إنما ماذا تريد أفريقيا من مصر أفريقيا تريد من مصر نقل الخبرات ويمكن تحتاج الدول الأفريقية إلى الصوت المصري العاقل في المنظمات الدولية وشفنا لما الدولة مصرية مسلت القارة الأفريقية في مجلس الأمن كيف عملت مصر وكان الملف الأفريقي أحد الملفات الرئيسية التي عملت عليها الدولة مصرية بالتعاون مع باقي الدول أعضاء مجلس الأمن في هذا التوقيت لإقرار مزيد من المشروعات الدول الأفريقية تريد من مصر نقل الخبرات اللازمة لإعادة هيكلة المؤسسات الأفريقية كاملة تصدير الدواء الدول الأفريقية تريد من مصر أن تقدم خبرة السنوات الأخيرة مصر مرت بتجربة تنموية كبيرة جدا بتشيد بها كافة دول العالم ولها ملامحة رئيسية التي باتت حاكمها وبالتالي الدول الأفريقية ترغب في نقل هذه الخبرات سواء عن طريق الكفاءات البشرية سواء عن طريق القدرات التكنولوجية التي باتت متوفرة في الدولة المصرية سواء عن طريق نقل الخبرات في بناء شبكات البنية التحتية وحتى شبكات الطرق والمواصلات بالإضافة إلى ما تتوسمه الدول الأفريقية من الدولة المصرية ومن قدرة على ربط الاتحاد الأفريقي بباقي التجمعات اللي مصر بتعد شريك رئيسي فيها واللي تحققت عبر السنوات العشر الماضية يعني الاتحاد الأفريقي مع الصين الاتحاد الأفريقي مع اليابان الاتحاد الصيخي مع الولايات المتحدة الأمريكية الاتحاد الأفريقي مع روسيا الاتحاد الأفريقي مع ألمانيا الاتحاد الأفريقي مع فرنسا الاتحاد الأفريقي مع دول العربية كل هذه العلاقات بمسامياتها المختلفة أو أي تجمع بيحصل في هذا الإطار الأبرزهم طبعا تجمع الفكاك مع الصين اللي نجاحات كبيرة في الفترة الأخيرة أنت بتقدر تقول أن الدولة مصرية هي حلقة الواصل وهي حامل صوت القرى الأفريقية والشعوب الأفريقية في الفترة الأفريقية على حقها العادل في التنمية صحيح طيب وإحنا بنتكلم يعني في دول تصدر صورات في دول تصدر نمازج التخريب إحنا في مصر بنصدر نموذج البناء نموذج التنمية نموذج الارتقاء بمستوى الفرد الأفريقي الإنسان والمواطن الأفريقي وأيضا الدولة الأفريقية كان أثير كلام كتير عن أن الرئيس السيسي فيه زيارة لجنوب أفريقيا أو للدول الجنوب في أفريقيا كان فيه كلام عن اتفاقية التجارة الحرة وكيفية تفعيلها وصلنا لإيه في القصة دي فن الدولة المصرية قبلت بلان حسنا في السنتين المضيين فيما يتعلق بإدارة هذا الملف وفي تحقيق اتفاقية التجارة الحرة وفي الربط بين المنظمات الأخرى الضليعة في تحقيق هذا الإطار حررنا بالفعل العديد من الاتفاقيات في هذا الإطار ولكن تبقى بعض المعاوقات الإدارية المتعلقة ببعض الدول عائقا أمام استكمال هذا المشروع ومن ثم كانت الدولة المصرية حريصة في أحد ملفات هذه الزيارة خاصة أمام تجمع الكوميسة على استعراض هذا الملف الرئيسي باعتباره ملف أنجزت فيه الدولة المصرية إنجازا كبيرا من خلال محاولة توحيد المنظمات الأخرى العاملة في نطاق عمل الكوميسة تجمع الكوميسة المنظمات التي تعمل في إطار الإقليمية يعني التجمعات الإقليمية الأخرى التي ترتبط باتفاقيات بينها وبين بعض وإزاي أنها يمكن أن تتشارك مع الكوميسة من أجل تحرير التجارة في القرى الأفريقية أنت بتتوقف هنا أمام قدرة القرى الأفريقية بتتوقف أمام إزاي أن هذه القرى تملك من الثروات أن يمثل تهديدا حقيقيا قدرة الاقتصادية بازغة في العالم حجم القرى الأفريقية تبادل التجارة بين الدول الأعضاء فيها قليل جدا قليل جدا بالنسبة للدولة المصرية والتي تحاول أن تغذيه وتنميه في باقي الدول الأفريقية وتطالب الدول الأفريقية بزيادة معدلاته مصر يمكن استعرضت من خلال كلمة فخامة الرئيس النمو الذي حدث في تحرير التجارة المصرية بين مصر وعدد من الدول الأفريقية وعدد من المنظمات الأفريقية في هذا الإطار ولكن مزالت هذه الحدود في حدها الأدنى ومصر لديها طموح عالي أن تتزايد هذه التحريرات أو تتزايد هذه الاتفاقيات في المستقبل من أجل مستقبل أفضل لقرى الأفريقية القرى الأفريقية تملك سلع تملك منتجات تملك زراعة تملك صناعة تملك صراوات عدلية من الممكن استغلالها لصالح الدول الأفريقية الكتب الصحفي أحمد ناجي أمحى نحن نطلع لفاصل ونرجع من بعدها نكمل مع حضرتك الملف الدبلوماسي المصري يونيو خليكوا معنا من الرحب بحضرتكم مرة تانية من بعد الفاصل ولسه مكملين فقرتنا النهاردة مع الكاتب الصحفي أحمد ناجي أمحى رئيس صحير مجلة السياسة الدولية اللي منورنا النهاردة في الستوديو أهلا بحضرتك مرة تانية ولسه نتكلم عن السياسة الخارجية المصرية اللي كانت ناشطة جدا من بعد 30 يونيو ولو تكلمنا على الدوائر العدة اللي يمكن ناشطت فيها الخارجية المصرية مش هريدر أبدا ننسى الدائرة العربية اللي احنا عايزين نركز عليها النهاردة من بعد طبعا ما تكلمنا على جولة سياسة رئيس عبدالفتاح السيسي في الدول الأفريقية الخارجية المصرية بقى ودورها فيه يمكن الدول العربية لو تكلمنا على تسوية الأزمة الليبية مثلا أو دعم الشرعية في اليمن أو الجهود الدبلوماسية لحل الأزمة السورية حتى طبعا دورنا الأبدي والتاريخي في القضية الفلسطينية كل دي يعني مجهودات كبيرة قامت بها الخارجية المصرية لالتزامها الشديد لأشقائها العرب النهاردة عايزين كده لو نعمل زي حصاد ما حدث في التسع سنوات الماضية في هذا الملف بالتحديد 30 يونيو مستهلات إرادة شعب أوقف مخطط لتدمير المنطقة العربية والقارة الأفريقية المخطط كان واضح للجميع وطالما أفاض فخامة رئيس عفتاح السيسي في الحديث عنه ويمكن في منتدات الشباب يا سيد مصطفى كان دايما بيشير إلى حجم التكلفة اللي بتتفحها الشعوب واللي بتتفحها الدول نتيجة انهيار مؤسساتها الوطنية ونتيجة الفوضى اللي حصلت في هذه الدول ومن ثم المبادئ الرئيسية اللي كانت حكمة الدولة المصرية في التعامل مع هذه الملفات كانت الإعلاء من قيمة الدولة الوطنية التمسك الشديد بالحفاظ على مؤسسات الدولة الموطنية التأكيد على حق الشعوب في تقرير مصرها واختيار حكمها وفقا لثوابتها الثقافية والاجتماعية الحاكمة لشعوبها ولاتجاه تشكيل الوعي العام فيها أيضا الدفاع عن حق الشعوب في امتلاك مقدراتها محورية العمل على حل القضية الأزلية القضية الفلسطينية السؤال الفلسطيني هو سؤال مهم على مستوى العالم والدولة المصرية كانت الدولة الأنجع في التعامل معاه ويمكن نتذكر المؤتمر اللي كان منعاقد في باريس واللي كان فخامة رئيس عفتاح السيسي يحضره لدعم السودان الشقيق واللي كانت خلاله اندلاع الأحداث في غزة قد وصلت أوجوها ولكن فخامة رئيس عفتاح السيسي من قلب هذا المؤتمر أعلن عن مبادرة الهدنة في غزة واللي احنا شفنا بعديها سيادة لواء عباس كامل بيتوجه بنفسه إلى غزة من أجل استعادة الهدوء والحفاظ على الهدنة والتوصل إلى اتفاق بين كل أطراف النزاع في هذه الفترة ويمكن احنا كان لنا الفضل والصابق برضو كتلفزيون مصري وكالقناة مصرية ان احنا ننقل من صباح الخير يا مصر من هناك من قلب غزة في دور إعلامي غير مسبوء بيحقق اللي كان بيقول عليه مصطفى مصر لا تبحث عن التخريب مصر تبحث عن البناء والتنمية وكان الغرض من هناك توصيل رسالة أن مصر موجودة على الأرض أن مصر قادرة على التعاون مع كافة الأطراف ونحن ندعب بالأقوال للأقوال لهذه القضية اللي مصر تنطلق منها لتصور تاني يمكن فخمات الرئيس دايما بيكون حريص على إبرازه وتأكيده أن مصر شايف أن حل القضية الفلسطينية سيؤدي إلى تكفيف أحد مصادر نشر الفكر المتطرف لأن نشر الفكر المتطرف اللي هم بيحاولوا يؤسسوا دايما وأبدا على نصرة القضية الفلسطينية وإلى آخره بيتم من خلاله تزييف وعي قطاع كبير من الشباب المصري نظرا لسموه ومكانة المقدسات الموجودة في دولة فلسطين وسموه ومكانة الدولة فلسطين وموقعها كحق أصيل لشعبها وكحق أصيل للشعوب العربية تتمسك بيه منذ 1948 الدولة المصرية في هذا الإطار ترى أن القضية الفلسطينية قضية رئيس ينبغي أن نتعامل معها كذلك الدولة المصرية التلخيصا لكل ما سبق بطرق أن الاتفاقيات الدولية سواء ما يتعلق منها بالقانون الدولي العام أو يتعلق منها بالقانون الدولي الإنساني أو يتعلق بالمنظمات التي تشترك في محاولة رأب الصدع في هذه الملفات ينبغي أن تكون حاضرة وبقوة أنه لا يمكن العمل خارج حدود هذه الاتفاقيات وخارج حدود القانون الدولي العام والإنساني الدولة المصرية في هذا الإطار بطرق أيضا أنه لا ينبغي الإبقاء على فترة أطول من هذه الصراعات نظر لما يهدده ذلك منها مقدرات شعوب ومن ثم أن الحل والتفاوض السياسي هو المخرج من هذه الأزمات اللي مازالت بعضها مشتعلا وبتناشد قادة الفصائل المختلفة أو أطراف النزاع المختلفة الموجودة في قلب كل دولة عربية مازالت تعاني جراء أحداث فوضى 2011 اللجوء إلى التفاوض السياسي وترفض تماما الخيارات العسكرية لأن الخيار العسكري بيسمح مباشرة لأطراف لها مصالح لها مصالح تدخل في هذه الصراعات وتهدد مقدرات شعوب في المستقبل دي مبادئ حكم للدولة المصرية في التعامل مع المنطقة العربية ويمكن من هنا بيبرز الرؤية المصرية السليمة اللي تبنتها مصر من 2014 في كل الملفات اللي احنا بنتكلم عليها في الملف السوري في الملف الليبي في الملف اليمني في الملف العراقي في الملف اللبناني ومؤخرا في الملف السوداني دي ملفات رئيسية الدولة المصرية حاضرة بقوة لا يتخيل أحد أن الأمن القومي المصري يرتبط بالجوار المباشر فقط ولكن الأمن القومي المصري يرتبط بما هو أبعد من ذلك الدوائر التهديد الأمن القومي المصري تبدأ مش من الجوار المباشر ولكن من ما هو أبعد من ذلك من هنا الاهتمام المصري بسوريا من هنا الاهتمام المصري بالعراق ومن هنا ابتدت الدولة مصرية تنشئ دوائر مبدعة من قلب الدائرة الرئيسية العربية دوائر للتفاعل لكي تكون أكثر قدرة على الفعالية على الأرض دوائر ابتكارية الحقيقة ابتكارتها الدولة مصرية زي دائرة الشام الجديد وزي الدائرة العربية دي دوائر الدولة مصرية بتحاول من خلالها أن تحقق التكامل السياسي والتكامل الاقتصادي ليمكن الحديث أو الفاصل بين التكامل السياسي والتكامل الاقتصادي صحيح زي ما حرك بتقول يعني الدارس للعلوم السياسية يعرف أن مصر لها دواير سبتة الدائرة الإفريقية الدائرة العربية الدائرة الدولة الإسلامية دائرة المتوسطية ولكن فعلا صانع السياسة أو صانع دبلوماسية المصري من بعد ثورة 30 يونيو قدر أنه يخلق أو يبتكر دوائر جديدة زي ما قلت حضرتك محور الشام الجديد أو قمم الكلمات مع قبرص واليونان اللي ربما كانت علاقتنا قبل اكتشاف الغاز معهم كانت علاقات ودية وخلافه ولكن لم تكن بهذا العمق وهذا الثراء الدولة زي إيطاليا وعلاقتنا بشركة إيني الإيطالية اللي قدرت أنها برضو تعمل الكلام ده حدثنا عن هذه الدوار الابتكارية للسياسة أو دبلوماسية المصرية حضرتك نقلتنا للدائرة الأوروبية وهنا حاكم رئيسي للدولة المصرية التعامل الند بالند والتأكيد على أن الدولة المصرية لديها حرية القرار وتملك قرارها الوطني المستمد من إرادتها الوطنية ووفقا لمصالحها التي ترى أنها لها الأولوية في التحقيق على الأرض وأن العلاقة تقوم مش معنى أن العلاقة تقوم ند بالند أنها تكون علاقة صراعية ولكن هي يمكن أن تكون على الإمنية وتكاملية لا توجد فيها إملاءات ولكن يوجد فيها توافقات ويوجد فيها مصالح متبادلة هكذا هي الأصول الحقيقية لعلوم السياسية أو علم العلاقات الدولية بالتحديد المصالح متبادلة ومصالح مشتركة يمكن أن تتحقق جراء علاقات بين الأطراف المختلفة من هنا تأسست علاقة مصر ليس بالدائرة الأوروبية ف Index ولكن بالدائرة الأمريكية والدائرة الأسيوية برضو ونحن لازم نخدهم مع بعض أن مصر حقاقت التوازن في إدارة العلاقات بين الدوائر الثلاثة مصر طرف لا ينحاز لأي طرف من الأطراف على حساب المبادئ الأخلاقية الحاكمة للسياسة الخارجية المصرية في وسط كل ذلك بالطبع كانت هناك علاقات متميزة مع الدول التي أبدت تفهما لما حدث من تطورات في الداخل المصري وتحترم هذه التجربة المصرية في التنمية بتتحدث عن ألمانيا، بتتحدث عن إيطاليا، بتتحدث عن فرنسا بتتحدث عن روسيا، بتتحدث عن المتحدة الأمريكية، بتتحدث عن الصين، بتتحدث عن اليابان إذن أنت تتحدث عن الدول الرئيس في كوريا الجنوبية شوفنا الرئيس في جي سيفن كان إزاي حاضر وموجود في الكمال الكبرى تتحدث عن الدول الرئيس الفاعلة في هذه الدوائر الثلاثة لكن في ظل كل هذا التميز والقدرة على إدارة الملفات وفقا للثوابت الحكيمة للسياسة الخارجية المصرية لازم حضرتك تنتبه لأمر تاني مهم جدا القدرة الابتكارية تاني بنؤكد عليها اللي يمكن تحدثنا بشأنها اللي هي قدرة الابتكارية على ابتكار دائرة مصر اليونان كبروس انت ازاي ادرت من خلال هذه الدائرة يعني تنمي وتعزز من قدراتك في اكتشافات الغاز ادرت انك انت تربط ده بمصالح مع الدولة الايطالية في اكتشافات الغاز ادرت تربط ده بمصالح مع الدولة الالمانية الشركات الالمانية العاملة في مجال الكهرباء حيصدر الكهرباء كمان تحت البحر المتوسط خلقت مشروع تنوي اخر يتعلق بملفة الطاقة النظيفة اللي هي مستقبل العالم اللي احنا فيه دلوقتي ادرت من هذه الدائرة الصغيرة ان تنطلق الى استعادة حقوق مصرية وترسيم حقوق الحدود المائية في بحر المتوسط ادرت تضع حدا للكسير من الازمات التي كانت يمكن ان تندلع اعمالا لقاعد القانون الدولي انت لم تخرج عن قاعد القانون الدولي لم تخرج عن الاتفقائات الدولية المؤسسة للحقوق المائية الدولية للدول في البحار وقدرت تحط مستقبل مختلف لطبيعة ادارة العلاقات بين دول المتوسط حول الغاز من خلال منظمة القاهرة للغازة اذا انت بتتحدث عن دولة ادارة هذه الملفات مع هذه الدوائر الرئيسية على قدر من التوازن على قدر من التوازي ادرت ان هي تحافظ على موقف ثابت من الازمات الدولية خلينا اقول ان في الازمات الانسانية الدولة المصرية حاضرة رغم ان ممكن في لحظة من اللحظات انت بتتخيل ان الدولة بينها وبينها دولة اخرى لكن عندما تتعرض اي دولة في العالم الى موقف انساني زلازل مشابه انت بتشوف ان الدولة المصرية حاضرة وتتوجه بكل قدراتها في محاولات اغاثة شعوب هذه الدول الامر التاني ان الدولة المصرية من خلال رؤيتها واحترامها للمبادئ الانسانية ومبادئ العدالة وعدم الانخراط خلف الانحياز لطرف او اخر بتشوف ازاي الدولة المصرية بتتعامل مع الازمة الروسية الاوكرانية الازمة الابرز وانك انت قدرت تحافظ على التوازن في ادارة العلاقة مع الطرفين على الرغم من ارتباطك بمصالح مباشرة مع الدولة الروسية ومع الدولة الاوكرانية ومع الاطراف المحركة للازمة مش هنقول طرف واحد ولكن الاطراف المحركة للازمة استطعت خلالها ان تبرز كشريك رئيسي في العالم يحاول التهدئة كلنا نفتكر كلمة فخامة الرئيس عفتاح سيسي في شرم الشيخ عندما دعا دول العالم الى الدول العالم الصديقة التي ترغب في تحقيق السلم العالمي انها تتدخل في هذه الازمة ادرت من خلال هذه الازمة ان تقدم نموذج الدولة الرشيدة الحقيقة الدولة التي تحاول تنحز لطرف من الاطراف والتي اكتسبت احترام الجميع لا يعني على غير العادة مش هنش الدولة المصرية تتعرض الى نوع من انواع الانقطاع في العلاقة مع روسيا مع اوكرانيا مع الولايات المتحدة الامريكية مع انجلترا معها انما الدولة المصرية مستمرة في نهجها لانها دولة ثابت تبقى امر اخير المبادئ الانسانية في العلاقات الدولية وفي السياسة الخارجية المصرية ازمة كورونا كانت فاضحة في هذا الاطار وكشفة في هذا الاطار ان الدولة المصرية لم تألو جهدا في تقديم المعونة لدول انهارت منظومتها الصحية جراء هذه الازمة التي لم يتحدد بها الدخل المصري وادرت الدولة المصرية ان تنمي من قدرتها ويمكن الزيارة الافريقية الاخيرة بتثبت ده فكرة التصنيع الدوائي وازاي مصر قدر توفر اللقاحات للدول الافريقية في اشارة مباشرة الى اهمية الانتقال الى فكرة الصناعة في اقار افريقية نحن غير معانيين بالتجارة وبالزراعة والى اخر ولكن احنا معانيين بالوصول الى اخر مواقف عليه العالم من قدرات صناعية علشان نقدر نوفر الحقوق العادلة للتنمية الشاملة للشعوب القاري الافريقية على اي حال احنا اتكلمنا في مواحدة تعلق بملامح السياسة الخارجية الدولة المصرية وكيف تفاعلت الدبلوماسية المصرية معها سواء افريقيا او عربيا او دوليا وما ننساش برضو لمصر حفظت على خط من خطوط التوازي مع القوى الكبرى سواء مع الجانب الامريكي او فتحنا علاقات قوية ومنتدة مع الجانب الصيني ومع الجانب الروسي وكان في انفتاح شديد ربما يحسب لدولة 30 يونيو في هذا الملف شكرا جزيلا لحركة الكاتب الصحف الاستاذ احمد ناجي امحا رئيس تحرير مجال السياسة الدولية على كل هذا التحليل وعلى كل هذه الاضاحات لدور المصري في الدبلوماسية المصرية من بعد 30 يونيو شكرا جزيلا لحضرتك على وجودك معاينو